شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بياناً عملياً للتكتيكات الصغرى والمهارة في الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة بدأ البيان بكلمة اللواء أركان حرب محمد عز الدين قائد المنطقة الغربية العسكرية أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث أساليب التدريب القتالي داخل القوات المسلحة وفي نهاية البيان نقل الفريق أسامة عسكر تحياتي وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لكافة العناصر المشاركة بالبيان مقدما لهم الشكر على ما يبذلوه من جهد ومشيدا بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في تنفيذ البيان كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على عدد من ورش وهناجر الدعم الفني للاطمئنان على الحالة الفنية للأسلحة والمعدات والمركبات